ينزعلت جملة إن كابتن علاء عبدالعالم مدرب دفاعي؟ لا بالعكس لا مش هي تحطي وانا لما أنا راجل بدافع بشكل كويس لما أفقد الكورة يبقى أنا مدرب دفاعي كل فرق العالم دلوقتي كله تحت الكورة دي استراتيجية دي استراتيجية أنت لما دافعتش كويس هيخدش فيك هداف تمام حتى لما بنقول مين أكثر مدرب بيهاجم والاستراتيجية بتاعته هجومية جوار دي ولا لا بيدا فعلا ما بفقد الكورة بس الدفاع بقى حسب إمكانيات العيبة أنت ممكن بتدفع من المنطقة الأمامية لأ من المنطقة الوسط لأ من المنطقة الخلفية فده شيء طبيعي إنما أنا أردي إن لأ نحنا بنحرز أهداف بشكل جيد وأفضل من فرق قابلينا في الدور وفرق لها اسم كبير في الدور المصري على سبيل المثال يعني الإسماعيلي كلمة الإسماعيلي يعني الدرويش الكورة المصرية إحنا أهداف أكثر منهم أكثر منهم فدي يعني خدتنا إن إحنا يعني الحمد لله أتمنى طبعا إن استر كومباني يبدأ أول في الدوري وأعتقد فريدة لو بقيا في الدوري هيبقى فيه استراتيجية أخرى بالنسباله لو علاء عبدالعال قدر إن استرين يبقى في الدوري هتشوف التجربة دي أعجاز 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 بالنسبالك تبقى أعجاز بالنسباله بالنسبة للجميع أعتقد إن نبقى كنا بنت واحد في الدور الأول ونقدم نوصل ونبقى في الدور الثاني يعني أعتقد ده هتبقى شيء صعب تكراره ونادر تكراره بس يا رب أتمنى إنها تكمل ومش يحسب لي أنا بس لللية والإجاز اللي محاية واللاعبين والإدارة اللي واسقت في علاء عبدالعال وما فكرتش إن نهر تغير في الوقت من أول في الوقت ده أقول إسترين وقف الدوري هيكون بالنسبة لك كلامك مع الإدارة صفقات بقى من نوعية لعبة تقيلة ولا هيكون برضو محدودة زي ما شفنا في يناير ولا إلا هيحصل بالزر؟ لا هو بص برضو عشان تبقى عارف إحنا استراتيجيتي مش الكل ما هو غالي مفيد طبعا بتتمنى إن نبقى معاك سكواد لعبة عالي بس إنت دايما العالي قوي هتلاقيه في أندية أغنى منها تماما هي القادرة على استخلاصها فإنت بتبدأ تشوف الجزء ما توصلش يعني مش تقدر توصل الليفل وعنى هتوصل لتو وده بالنسبة لك هيبقى مرضي لأنه قبل كده ما كانش بيجيب ليفل 2 مرضي ليه لأنه يعني الحمد لله أقدر أشتغل به وأخليه في حتة تاين وده ترجع برضو لمكانات النادي أتمنى إن أنا أكون في نادي مثلا زي بيرا من سوريا يعني ما احترامي لأي مدير فني يمسك لعيبة عندها فكر مختلف وقدرات مختلفة الالتزام والانضباط التكتيكي سهل جدا أن تعمله مع أي فريق ومع أي لعيبة إنما الصعب الكدرات اللاعيبة الفردية وقدراته الزهنية اللي تقدر تحط الكرة الزي يعني يعني آخر هدف كنت شايف لو إمت مدير فني البرامتز في الوقت الحالي كنت ممكن تتحقق إيه متحققاش أكيد أكيد كن هنوصل لمنافسة على الدوري آآ في مكان أفضل من كده كمان يعني هتديك على سبيل المثال الهدف الأخير اللي جابه البرامتز كان بلاب اللي جابه رمضان صبحي البنك اللي قالي أعتقد البنك هل المدير الفني قال لي عبدالله سعيد أنت بتوصل الكرة كده هتعملها بالكروس في المساحة الفاضية ورمضان صبحي قطع لا دي قدرات لعيبة وخبرات بتساعد المدير أي مدير فني بتساعده أن يقدر يعمل شغل فالانضباط اللي تبتيكي والشكل وقرية الفرة الأخرى دي مهمة المدير الفني إنما فيه قدرات دي بقى بترجع طب لو في الوقت الحالي قدامك أهلي زمالك بيرامتز تتمنى أنت تكون مدير فني مين لا الاسكواد الحالي مع كل فني لا الاسكواد الحالي أنا بقول أعلى اسكواد دلوقتي بيرامتز إنما الشهرة والخبرة والشعبية أهل الزمالك طبعا إنما عايز تحقق بطولة بالسكواد اللاعبة اللي موجودة دلوقتي أي مدير فني يروح بيرامتز في الوقت الحالي وخاصة نادر الأهلي بيعاني والزمالك بيعاني زمالك فيه لايبة مشيت عنده كان فترة القدمة قوفة نادر الأهلي بيعاني بعناق شديد من الإصابات فريق كامل معه في خطأ إن البودلة ما كانوش على المستوى اللي يقدر يكمل المشهر مع نادر الأهلي ودي من أسباب هبوط نتاج النادر الأهلي اشتركوا في القناة